هل أنت صانم محتوى وودك أنك تتعلم صناعة المحتوى باحتراف؟ وودك تتعامل مع الذكاء الصناعي في صناعة الصبر لكن ما تعرف طريقته؟ كل هذا بنعرف اليوم في خطوات بسيطة ومجانية في هذا الدرس تابعوني للآخر أنا باتل عبدالله وبقدم لكم شروحات لصناعة المحتوى اليوم عندنا درس رح أقدم لكم في قناة المتوحد فكرة درس مهم جدا أتمنى أن تتابعون الدرس إلى الآخر لأن كل دقيقة في هذا الدرس هي عبارة عن شرح معين أو مفصل لهذه الطريقة تقدرون أنكم تتعاملون مع أي موقع لصناعة الصور بالذكاء الصناعي أما أنا بتعامل مع موقع فري بيك طبعا مدفوع وأقدر أني أنا أصور فيه أي شيء أبي وأيضا هذه الطريقة تمشي مع أي موقع أنتم تابعونه أما إذا تابعون المواقع المجانية تقدرون تحصلون عليها عن طريق الوصف شوفوا الوصف تحت وتلقون جميع المواقع التي تقدرون تستخدمونها في صناعة الذكاء الصناعي وبقدم لكم ملف PDF يحتوي على أنماط معينة رح نستخدمها في الدرس هذا الملف موجود في قناة المتوحد فكرة على التليجرام إذا حابت أنك تحصل عليه ادخل على التليجرام في قناة المتوحد فكرة وشوف هذا الرابط وتعالوا خينشوف الدرس الحين حاليا دخلنا على فري بيك نبي نصنع صورة شنو الصورة اللي نبيها سواء كانت صورة حيوانة جلكم الله مشهد تابون خلفية إلى تحطونا وراكم أي صورة تابونها ممكن أنه يصنعها لكم الذكاء الصناعي لكن ثكرة الذكاء الصناعي هو عبارة عن روبوت ما عندها عقل لكنه يحتاج منك وصف دقيق ومفصل عن الصورة اللي تبيها وهذا اللي راح نسويه باستخدام هذا الكود اللي راح يطلع لكم هنا أول صورة راح نستخدمها هي صورة الأسد نبي نصنع صورة عن الأسد بطريقة جميلة تابعوا معاي الشرح وقبل لنبلش في كتابة أي شي موجودة هنا تقدرون تستعينون بمترجم جوجل لاستخدام كلمات معينة يعني كلمة أنت في بالك تحطها بالعربي ويطلع لكيها أو جملة يطلع لكيها وممكن تستخدمها في الذكاء الصناعي أول شي نختاره هو نمط الصورة بشكل عام نمط الصورة عبارة عن اثنين أما سينمتك أما درامتك أما لدرامتك فهو مشهد درامي يعكس المشاعر في هذا المشهد يعني كأنك تحط لك واحد مسكين قاعد يبشي مثلا أو إنه حزين أو إنه شي فهذا يحتاج درامتك وممكن تستخدم الأشخاص في السينمتك كمشهد أكشن مثلا تقدر تستخدم السينمتك أما السينمتك فهو مشهد سينمائي تصوير سينمائي بكاميرات سينمائية وهذا كله رح نعرفه معانا أنا حاليا بستخدم لدرامتك حق صورة الأسد وتختلف محركات البكاء الصناعي في شغلات معينة أنا هني عندي طالع لي فريم الصورة أبحطه اللي هو الفول أتش دي أو الفور كي ورح يعطينيها فور كي ترى هو رح يعطيني الصورة فور كي وهني رح أستخدم هاي كواليتي بحيث أنه يصنع لي الصورة ببطء لكن بجودة عالية أول شي نسوي نختار الفوتوغرافي تايب الفوتوغرافي تايب بالملف عندكم أنا أحط لكم مجموعة من أنماط الصور اللي الطريقة اللي تبيها أنت تبي طريقة تصور الوايلد والي هو البرية ممكن نصوي البرتريت ممكن أبي صورة عن ستريت فور فوتوغرافي أبي مثلا عن المباني أنماط التصوير تختلف من نمط إلى نمط فأنت تحتاج تختار النمط اللي تبيه وكلها موجود بالملف اللي بقناة المتوحدة فكرة على التليقرام أنا بختار حاليا الوايلد فوتوغرافي نحط فاصلة ممكن كما تحط فاصلة أنا بحط فاصلة بعدين عندنا هني السابجكت الموضوع عن شنو تبيه السابجكت ما أقول لأبي بس أسد لا السابجكت أوصف الصورة كلها يعني أسد ينظر إلى السماء يرى النجوم ويرى الكواكب وقد مرت عليه ببانة فضربها يعني شذي أوصف يعني عطى وصف يعني لا تصير أنت صانع محتوى كسول أبي أسد نعم نعم لا حبيبي اكتب عادي ما أعرف اكتب إنجليزي أنا ثقافتي إيرانية ولا ثقافتي هولندية ما أعرف إنجليزي ديش على جوجل ترجمة جوجل القالك حل صناعة المحتوى ما توقف على شيء معين والله خلاص عصل قلت معي أوه خلاص خلقت ولي لا إذن أنت فاشل تحياتي لك أيها الفاشل الناجح هو اللي يروح يدور حلوني أنا واحد من الناس كبرت قناتي في خلال سنة جبت مئة ألف مشترك تابعت المتوحد فكرة من بدايتي إلى الآن تعلمت من أخطاء غيري كان يقيم القنوات الثانية وكنت أتعلم منها طيب أنت تعلم أيضا تعلم شلون تتكلم من جليزي ما تعرف تعلم شون تمشي نفسك في مواقع كثيرة ترجمة جوجل وفي مواقع ترجمة كثيرة جداً ومجانية لو تكتب يطلع لك ولو تابعون نشرح مواقع ترجمة تفيدك بالمستقبل اكتبوا لي تحت بالتعليقات وراح نسوي لكم فيديوهات على هذا الأمر نرجع إلى صورتنا راح نسوي وصف متكامل نبي أسد يطالع في السماء والسماء عبارة عن فضاء جميل في غابة السابانا حلو حلو نكتب لاين لاين دعنا نمسح هذا أول أو حددوا هذا حددوا هذا يا الرابع تمام نكتب لاين أو أدلت لاين الذي هو أسد بالغ looking to the sky and and the sky and the sky and the sky and the sky have space and planets planets and planets ينظر إلى هذا أسد ينظر إلى السماء والسماء فيها فضاء وكواكب حلو خلصنا نحط كومة اللي هير فاصلة أما الحين الحين خلصنا كتابنا نروح على الألمنت الثاني أو المطلوب الثاني يقول لك شنو زاوية التصوير تبي تصوير سيدة تبي من تحت تبي من فوق تبي من الخلف أنت شنو نوع التصوير اللي تبي اللي حطه في راسك أنا من ناحتي أشوف أن التصوير من فوق جدا جميل وأنواع التصوير والأنماط أرجع وأقول مرة ثانية روحوا للمتوحد فكرة على التليجرام تحصلون قناة التليجرام فيها ملف بي دي اف موجود فيها جميع الأنماط جميع الأشياء المطلوبة تلقونا هناك كاتبها لكم بالإنجليزي تقدرون تستخدمونها والله ما لي خلق أروح على قناة المتوحد فكرة ونزل مو مشكلة اكتب عنوانك نسل لك مع المندوب درع يوتيوب وهو روح هناك تابع معاي رحين نكتب الزاوية الزاوية هاي انجل شوت خلاصنا منها حطينا فاصلة ليش تحط فاصلة لما حط فاصلة كأني أنا أقول للشخص هذا أو أقول للبكاء الصناعي أنه حطيت لك المطلب طيب أنا هرحت للمطلب اللي بعده انتبه كل كل مكان أنا مسويه بالترتيب لكم يعني مثلا ما يصير تكتب تفاصيل عن الصورة في آخر الصورة لا لازم تكتب في أولها على نفس الترتيب اللي أنا أحطه لكم الحين وصلنا عند اللوكيشن اللوكيشن هو الموقع أو موقع التصوير شنو موقع التصوير اللي في بالك ممكن أكتب مثلا ساذانا وسط أشجار كثيرة مثلا نكتب ساذانا محاطة 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 بغلط هنا وأيضا فانتسي اعتقد فتحتاج تعديل قوغل حدد طنطن طرطا صارت ايدا هو وده انجليزي يا مرسي ايو انجليزي تر عادي قوغل يساعدك هنا طيب نحط قلنا كوما كوما فاصلة حطوا فاصلة بعد ما تخلصون يا ابني انت ملك يا ابني حط فاصلة قبل بعد ما تخلص عشان تطلق الصورة يلا خنتها الفاشن اللبس طبعا اسد مش هيلبس حاجة ونفصخ خلي ولي الغي الوشرط ده لان احنا حطين اسد يعني تخيل اسد لابس طربوش انا المهم السنة لازم تحط السنة اذا حطيت سنة قديمة فاذا الصورة رح تطلع تقريبا قديمة ريترو اما اذا سنة جديدة اي حقبة كانت فانت تحط الحقبة انا بحط الحقبة سنة الفين وين هذا اي سنة الفين وخمسين الفين وخمسين اش بيطلع مثلا عسد آلي المهم فيلم فيلم استوك هو عبارة عن يأخذ مشاهد او مثلا مشاهد مقاربة لفيلم معين انا ما عندنا هذه المعلومة انا ما طالع فيلم مواجد اخر فيلم طالع كرامبو والله رامبو عندكم بالPDF مجموعة كاميرات لكن انت تقدر تكتب الكاميرا انا حب استخدم كاميرا سوني A7-4 ممتاز ممتاز هذي طريقة نحط كومة 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 والله العظيم ورا سمي كومة نروح على المخرج او المصور شنو معنات هذا المطلب في مخرجين معينين بالافلام يعطيك لقطة معينة خاصة فيه وايضا مصورين خاصة فيهم اذا تعرف احد حط ما تعرف كيفك الغي هذا الشرط لكن لو تبحث بجوغل والله يعطيك لو تكتب كاميرا فان يلتيب يعطيك فانا بكتب ساليمان معروفة ساليمان يعني كتب مصورة ساليمان طيب كومة الاموشن الاموشن هي المشاعر مشاعر انت الاسد انت تبيه شنو تبيه او الشي اللي انت كتبته شنو تبيه هل تبيه سعيد هل تبيه حزين هل تبيه غاضب هل تبيه متوتر فانا بكتب نورمل فيلينغز او واندر 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 متعجب بكتب واندر متعجب طيب عندنا اهم 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 مطلب وهو اللي بيخلي الصورة جدا احترافية في التصوير بشكل عام وهذه نقطة ايضا القنوات الطبخ انا اقدمها لكم بالتصوير مش الكاميرا مهمة الاضاءة هي المهمة يعني اضاءتك للمشهد شلون رح تكون لو الاضاءة صحيحة بتعطيك مشهد درامي قوي طيب شون نفهم الاضاءة هذا رح اشرحه لكم ان شاء الله بالمستقبل في كيفية صناعة المحتوى لليوتيوب ورح تكلم عن الاضاءة بشكل مفصل لان يعتبر شيء كبير جدا عموما نرجع الى الدرس وايضا ارجع الى البي دي اف رح تحصل انواع الاضاءة انا الاضاءة اللي ابيها في نوع اسم البيتر فلاي لايتنج هذا رح استخدم الحين موجود هنا اسم هل نكتب هني وين وصلنا لايتنج نحدد لايتنج معلومة اضافية اذا حاب اكثر ان المقطع او اللقطة تطلع جميلة جدا لازم تختار نوع الجو شو يعني الجو اذا كان مثلا ضبابي كان الجو فيه شوية اغبار فيه مطر فيه الامور هذي فانحنا احط لكم الانماط موجودة عندكم مكتوب الوثر اللي هو الطقس اختاروا الطقس اللي ناسبكم انا باختار دريزل تمام دريزل بعدين عندكم الكلار هل تابعون الصورة بالوان معينة ولا عادي ايلون فانا ابي ايلون فراح احذف هذا الشرط طيب خلصنا لا ما خلصنا اذا كنت لغاية الحين قعد تابع هذا الدرس لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وتعطيني لايك تحت عشان لو شفت تفاعل على هذا الفيديو رح اقدم لكم شروحات ايضا احترافية تحولك من صانع محتوى كومبارس الى صانع محتوى احترافي تابعوني الحين الحين شنو نحتاج عشان نكمل الصورة اول شي نختار نمط الصورة اللي هو فوتو نبيها صورة ما نبيها رسمة رسم نبيها صورة حقيقية طيب فوتو بعدين نبيها حقيقية واقعية ما نبيها تبين فعل انها رسمة يعني لا نكتب ريلاستيك بعدين نحط شنو الشي الاخير اللي اخر كل ما نحتاجه في هذا الدرس او هذا الصنع نحتاج ان احنا نكتب اكستريم ديتيال شنو يعني معناته انه احتاج الصورة فيها تفاصيل عميقة دقيقة كأن الصورة حقيقية تمام فنكتب اكستريم لي ديتيال اهي كاكب غلط ديتيال تمام ونحط نكتب بالاخير الحين خلو السحر يشتغل نبغط انتر ونشوف شنو يعطينا من نتيجة هذه النتيجة اللي طلعناها يعني ممكن هذه الصورة واو نبغط مور ونشوف ابي اصناعلي اكثر اصناعلي اكثر ابي اشوف واو الصور والله حقيقية انا عندي اشوف ان الصورة هذه جميلة طيب انا احتاج مثلا انا احتاج في مواقع مثل free pick يقول لك ابي صور مثل هالصورة هذه فنروح على use this prompt prompt اللي هو وصف الصورة اللي انا استخدمنا فراح هو يكتب الوصف بناء على هذه الصورة وخلونا نشوف انا عندي الصورة هذه جدا جميلة ولما تنزل الصورة بالمقاس الكبير راح تشوف ها جدا كبيرة يعني عادية 10,000 بكسل 10,000 بكسل تمام فهذه طريقة نحن نسوي فيها نقدر نصنع اشياء ثانية نقدر نصنع ايضا لو نعطي وصف لبشر يصنع لنا بشر ولكن وروني ابداعاتكم وشنو صنعتم في الذكاء الصناعي هذا كل اللي اقدر اقدم لكم يا صناعة المحتوى اللي حاب انه يتطور في صناعة المحتوى لا تقول لي انا ناقصني معدات وانا ناقصني وانا ناقصني لا تمت شو باي هلا اشتغل فكر اشتغل استغل الاشياء اللي عندك انا واحد من الناس استغل الاشياء اللي عندي بكل شي يعني الطاولة اللي انا قاعدة اصور عليها حاليا طاولة طعام فعلا طاولة الطعام هل واضح انه طاولة الطعام لا وايضا سويت فيديوهات لقنوات الطبخ سويت فيديو انا ماني عارف شون اطبخ لكن سويت فيديو طبخ وجفت فيه مشاهدات جدا عالية وانا ماني محترف طبخ لكن شق المخك ابتكر الفكرة لا تقعد على نفس فكرتك انا ما عندي امكانية لا تقول انا ما عندي امكانية لا تقول بل خلي عندك امكانية اصنع الامكانية اصنع الابداع كلنا صنعنا الابداع في خلال سنة باذن الله سبحانه وتعالى وبفضلة وصلت من صفر الى 100000 مشترك على اليوتيوب ليش شلون شريت متابعين تبادل لا بل تابعت المتوحد فكرة وطبقت كل كلمة وتعلمت من اخطائكم انتم انتم كنتوا تخطئون وانا اتعلم من اخطائكم بالتقييمات هل احد فيكم افكر ان يتعلم من اخطاء غيره هذا كان اخر شي واتمنى منكم حياة سعيدة وقنوات كبيرة باذن الله ان تكبر قنواتكم ونشوفكم في درس ثاني اكتبوا لي تحت شنو ناقصكم انكم تبون تتعلمون في صناعة المحتوى رحصنا شروحات تساعدكم في هذا الامر اقدم لكم تحية انا باطل عبدالله من قناة المتوحد فكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة